جماعة الخير لا تزوجوا لا تزوجوا البخيل لا تزوجوا اللي ما يسيطر على عصابه ويحتاج علاج ما يحتاج زوجه لا تزوجه اللي لسانه دائما بالمسبات والتجريح والوقاحة لا تزوجه اللي ايده والكف لا تزوجه اللي اجره والشلوط لا تزوجه اللي ماسك حبل الكهرباء ويضرب زوجته فيه لا تزوجه اللي يرفع زوجته فلقه ترى هذا مو خيال هذا الكلام اقول لكم يا رغم انه ممنوع بكندا بس هذا حاصر بكندا هذه الايدين دفنت ناس قتلوا زوجاتهم والعياذ بالله فلذلك لما تكلم هذا الكلام لا تزوجه لماذا لان ديننا قل لي انت من وين تتكلم لان ديننا دين جلب المصلحة ودرء المفسدة فانت لما تجيب مفسدة على حياة بنتك على حياة اختك وعلى حياة اللي هو قريبتك طيب ومضرة وعار ودمار وآلام وخزي وبعد عن السكينة الله سبحانه وتعالى يقول لتسكنوا اليها اذا احباب الله اعلم علم اليخين لما رسول صلى الله عليه وسلم هدانا الى ان نختار ترضون من ترضون الدينه وخلقه الدين والاخلاق مش والله واحد 24 ساعة بصلي على العين والرأس صلاة بس اذا انت كنت بتصلي ولسانك بذيء اذا انت كنت بتصلي وما اخذ زوجتك بس للبوكسات اذا انت كنت بتصلي وما عندك جنس الاخلاق جنس المعاملة انت ما تحتاج زوجة انت زوجة انت تحتاج مستشفى او تحتاج طب نفسي او تحتاج علاج او دورات مش عيب موعب فلذلك احباب الله يعني البعض يفكر ايضا الزوجة هي بريئة لا 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 مش بريئة لان انت لما اخترتيه عارف انه ما بصلي طلعته هيك طلع حلال مع امك ومش عارف مين بما يسمى خطوبة لقيت بخيل ولا لقيت وسخ اللسان ولا قبيح مع الوالدين ولا ولا كل هذه الاعلام الحمرة ما بتقولي والله تفضل هيك اسئلك هدية لا الاعلام الحمرة هذه كرطرد كرطرد من حياتك قبل ان تبدأ المأساة فلذلك كثير من ما يسمى الرجال وهم بعد السماء والارض عن الرجول الذكور لا يجوز زواجهم لا يجوز لانهم مأساة ومضرة وآلام وما تعرفوا ما تعرفوا الآلام هذه الا تعيشوها فاحذروا حذر شديد ان تبعدوا بعد بعيد عن ما يطلب الرسول صلى الله عليه وسلم نعم طلب من فضفر بذات الدين تربط يداك على عين والرأس يعني لما هو يبيجي وبقعد يسأل ما عجبته هاي وما عجبته هاي وما عجبته هاي هو خايب درجة اولى اكرمكم الله خايب درجة اولى شو ما عجبته شو ما عجبته وانت ما فيك اشي من الدين والاخلاق فلذلك اياكم تتنازل عن فاضفر بذات الدين تربط يداك اوكي ممتاز بس من ناحية اللي ما يسمى الرجل العريس ليب الغواص اللي يغوص لهذه اللؤلؤ الغالية لا تتنازل عن ترضون دينه وخلقه وإلا آلام ما يعرف فيها إلا الله سبحانه وتعالى وأرجوك لا تتصلوا فيني الله يفتح عليكم باب رحمة وفضله ما عندي وقت ما عندي وقت لا أقعد أرقع لكم حياتكم هذه بس مجرد نصيحة والوقاية خيرا من العلاج خيرا من العلاج والله يفتح عليكم باب رحمة وفضله سامحوني على هذه الكلمة لا تتصلوا فيني ولكن الوقاية الوقاية فايروول حيط من نار يمنع دخول الأشرار حفظكم الله ورعاكم أكثر من الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم ترجمة نانسي قنقر